أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن أن تسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بق أينكم لتشهدون أنما الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله وواحد وإنني بريء مما تشرفون اللذين آتيناه الكتاب ما يغرفونه كما يغرفون أبناء غر اللذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أغلم ممن افترى على الله كذباً أو كذباً بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نقشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركوا أين شركوا أين شركوا أين شركوا أين شركوا أين شركوا انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آبالهم وقراء وحيدوا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يقفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا خسرتنا قالوا يا خسرتنا على ما فروطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهور الجبل ألا يتساء ما يزيرون وما الحياة الدنيا إلا لعظ ولا قالوا ونالدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحذن كالذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحلون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ونبأ المغسلين فإن استقعت أن تبتغي نفق في الأرض أو سل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين ودقه الله العظيم